فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق أرواحنا وخلق أنفسنا هو يعلم أننا سندنب ولهذا ماذا يصنع الله يتنزل من أين من السماء السادعة إلى السماء الدنيا لأجل ماذا لأجل أن يسأل عباده سألتك بالله أيها الحبيب هل رأيت مملوكا يسأل هل رأيت ملكا يسأل مملوكا هل رأيت ملك يقف أمام مملوك يسأله إنه ملك الملوك بالله عليك الأصل من الذي يسأل نحن أم الله نحن الذين نريده نحن الذين بحاجة إلى رحمته نحن الذين ندنب ونغتاب وننم ونعصي ونتخلف عن الصلوات نحن أهل المعاصي نحن بحاجة إلى أن نسأل الله ولكنه اسمع اسمع ولكنه برحمته يسألك أنت انظر إلى الخطاب تخيل لو أن ملك أو وزير أو مسؤول أرسل إليك برقية فيها ثلاث أسئلة ما هو شعورك؟ ما شعور روحك؟ لو أن وزيرا سألك أن ملك اتصل بك يسألك تخيل معي الله يسألنا ولكن أين الناس؟ أين؟ والله يسأل متى؟ مرة في العمر مرة في العام مرة في الشهر مرة في الأسبوع الله يسألنا كل ليلة لأجل ماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم أننا أن الدنوب ستتعبنا في النهار فالله يقول تعالوا أريحكم بالليل أليس هو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من أسأت بالليل أبشر بالنهار ويا من أسأت في النهار أبشر بالليل الله معك الله معك ولكن عد اطرق الباب اجعل شعارك عائد إلى الله ولو أذنبت عائد إلى الله عائد إلى الله ولو عصيت كل ليلة ثلاثة أسئلة يناديها الله لعباده يقول هل من تائب فأتوب عليه بالله عليكم سؤال لا يستطيع واحد مننا أن يجيبه عن الآخر ولكن كل واحد مننا يستطيع أن يجيب عن نفسه بنفسه متى آخر مرة أجبنا على التلاثة أسئلة التي يسألها الله كل ليلة متى متى آخر ليلة قال الله فيها هل من تائب فأتوب عليه فقلنا يا رب نحن التائبون يا رب نحن المدنبون هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأخضيها له يا من تريد الزواج يا من تريد الزواج يا من تريد الوظيفة يا من تريد أن تتخرج من الجامعة يا من تريد رزق عيالك يا من تريد أن تفرح يا من تريد السعادة يا من تريد الشفاء من مرضك يا من تريدون التوفيق لأبنائكم الله كل ليلة يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له أليس من المخجل أن ننام والله يسأل أليس من المعيب على أرواحنا أن نبقى على هواتفنا طوال الليل والله يسأل أليس من المعيب أليس من المخجل يا أحباب والله كل ساعة مضت في الحياة سنندم عليها سنتحصر عليها إذا كان أهل الجنة بعد دخوله بالجنة يتحصرون سألتك بالله أيها الحبيب رجل دخل الجنة دخلوا الجنة زوجوا الحوب سكنوا القصور وأخذوا من النعيم ما أخذوا ثم يتحصرون والله يتحصر أهل الجنة ما تحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر فيها الله كم من الساعات تنضي علينا وننسى إذا أهل الجنة وهم في الجنة يتحصرون أنه مرت ساعة في الدنيا لم يذكر فيها الله فكيف بأهل النار كيف بأهل المعاصي كيف بأهل الدنوب فيا عباد الله أما آن لنا أن نعود أما آن لنا أن نتوب أما آن لنا أن نصطلح مع الله أما آن لنا أن نجدد رجوعنا إلى الله واعلموا أن الله واعلموا أن الله لن يردكم